مرحبا شوك رجعت اليوم بيديو جديد هذا الفيديو هدى الكابتن فرقد والمتابعين كابتن فرقد اليوم موضوع احتي بيه على استيرويد ليش احتي بيه على استيرويد ما احد ما ينكر من عندنا 90% من اللي يوقفون على استيرويد يستخدمون استيرويد هذا الفيديو هدفنا التثقيفي لا دار روج الهرمون ولا غيرها لا احتي بيه على استيرويد ولا احتي بيه على استيرويد الغرض منها تثقيفي ونثقف الناس على قد ما نقدر مثل ما قلنا ما احد ما ينكر انه 90% من الناس اللي توقف على استيرويد تستخدم مناشطات وما احد ما ينكر انه الناس هواية استخدمت المناشطات ودورت حالتهم الصحية وشباب عمره 16-15 سنة مثل ما داني نشوف مثل ما داني نصني رسائل يستخدمون هرمون وهذا الشي اكبر خطر احنا بدورنا هنا ننطل المعلومة الصحية من هاي اللعبة مثل ما تعرفون هاي اللعبة مظلومة بالعراق وهو يخطى عندنا وهو يعدنا خرافات بهاي اللعبة لازم نشيلها اليوم مثل ما قلنا موضوعنا على استيرويد بس هذا الفيديو للناس اللي تريد الناس اللي تريد تنزل بطولات مو الشخص الطبيعي اول شي لازم تعرف هدفك اذا كان هدفك بطولة فهاي اللعبة اصلا هي حد جورك تستخدم اذا كان هدفك بطولة وتنافس لان مستحيل تنافس في ناس مطبيعين وانت شخص طبيعي بس اذا كان هدفك من كلها ما يسوي لك مرتب فابتعد ان هذا الطريق خلي تركيزك على التغذية والتمرين هذا شي كلش كافي توصل اكثر ما تتوقع انت وشغلة ثانية لازم تعرف ان جسمك استحق ان تستخدم لو ما استخدمت مثل مو واحد سبق جاءت ثلاثة تشوار ستة تشوار سنة وتريد تستخدم لازم تكون تغذيتك سليمة مئة بالمئة يعني انت قعد الصبح انت موقع تليفونك على متاكل تحضر واجباتك ماليوم كامل وازباتك كويك كوين ما تروح بالاضافة انه يكون تمرينك منتزم بالمئة 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 بالاضافة انه تكون نسبة دهون جسمك قليلة بذاك الوقت انت حتستحق تستخدم اذا كان هدفك بطولة ليش نركز على التغذية الناس اللي ما تعرف انه عبالهم الاستيرود مشتقات التستيسرون صنعوه هو البناء العبال بس التستيسرون صنعوه الغرض منا كان انه عدم قدرة الجسم افراز هرمون التستيسرون طبيعي فصنعوا هذالهرمون على اساس يسدون احتياج الجسم من التستيسرون بس بعدين عرفوا انه انه هذا الهرمون يزيد من انتاج نيتروجين داخل العضلة بالعامية انه هذا الهرمون يسحب بروتين اكثر للعضلة واللي هيصير عندنا استشفاء اكثر استشفاء أسرع افن وبناء اكبر للعضلة ومثما قلت انه يسحب بروتين اكثر للعضلة يعني اغضاءك متمام الهرمون ما حيسيوي ليك شي لو تأخذ محيط كامل من الهرمونات والشيء اللي لازم تعرف فقط من تكون بهذا الضرب انه لازم يكون عندك مدرب مختص بهذا المجال او دكتور او اخصائي ليش؟ لان انت احتمال تروح على شخص مشغلته هاي وانت هسوك مهتدئ حينطيك دوز عالي حينطيك هرمون مناسب جسمك فهنانه هتأذي جسمك لان هرمونات بها شيء يسمى أنابوليك أنورجين كل هرمون بقوة بناء وقوة ذكور وهذا الشيء تبدي من اصغر شيء تصعد بها تدريجيا ما يصبح تدمز قمزة كبيرة هنانه هتأذي جسمك هاي ثلاث نقاط لازم تأخذها بعين الاعتبار اذا انت تريد تستخدم السيرويد اذا كان هدفك بطولة والشيال الرابع اللي رد احكي بها بس الوقت مكفى هي تحاليل لاعب كمان الاجسام قبل استخدام السيرويد تابعوني هنزل حلقة كاملة عليها هحكي لك تحليل تحليل والسبب وتحاليل اللي حسوية اثناء سايكل هرمون على متحافظة على صحتك طول فترة الاستخدام اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسون تشتركوا بالقناة طبعا القناتي بقناة كابتن فرقد ولايك وكومنت وتحياتي